مساكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت هل سيدخل السجن ترامب في قضية المثارة حاليا أم لا يوم الثلاثاء المقبل يفترض أن يمثل ترامب أمام المحكمة في قضية تعد جناية هي بالأساس جنحة مفترض راح نشرح باختصار ليش من جنحة حولت إلى جناية المهم إذا صارت جناية يفترض أن يمثل المتهم أمام المحكمة مكبل بكلب شات ويوقف يصور بطريقة الشهيرة مثل نشوفها في الأفلام يوقفونه ويأخذون طوله وقياسه ويصورونه ويدخل مقيد إلى المحكمة وعاد المحكمة بعدين تقرر إطلاق صراحة أم لا طبعاً ترامب أثناء حملت الانتخابية دفع لممثلة أفلام إباحية كانت على علاقة معه مقابل سكوتها 130 ألف دولار عن طريق المحامي ماله الدفع تم بطريقة ملتوية والتهم بأنه دفع من أموال الانتخابات للتغطية على جريمة أخرى فالإخفاء جريمة أخرى لذلك تحولت من جنحة إلى جناية فبالتالي من المفترض أن يمثل أمام المحكمة اللي قرر أصلاً في وقت سابق المحلفون بأن تتم محاكمته ووجهت له 30 تهمة التهم حتى الآن سرية ولكن القضية بشكل عام تفاصيلها يعني ظهرت للعلن بهذا الشكل بأن ترامب متهم بفضيحة طبعاً هذه فضيحة بالنسبة لأمريكان لأنهم متزوجوا على علاقة مع امرأة أخرى ويعني مو أي امرأة بعد عاهرة هذه وفي واحدة ثانية ممكن بعد فيه كلام أنها أيضاً ستثار قضيتها عرضة أزياء فبالتالي هذا يؤثر على سمعتها بالانتخابات قاعد يستغلون الجمهوريين أن هذه القضايا أثيرت الآن تحديداً لأغراض انتخابية وأثيرت من قبل الحزب الديمقراطي اللي هو الحزب المنافس المشكلة الأكبر أن ترامب في ولاية فلوريدا وحاكم فلوريدا جمهوري وينافس أصلاً ترامب في الانتخابات داخل حزب الجمهوري فحاكم فلوريدا أعلن أنه ما رح يلقي القبض على ترامب وهذه مشكلة طبعاً كبيرة هل سيتراجع عن هذا الإعلان؟ هل سيطبق هذا الإعلان؟ تطبيق القانون أمر يعني مثل ما قلنا من قبل وبعيد وأكد أن أمريكا تخضع لنظام السيستم أكثر من القانون فإذا خالفت القانون وفق النظام وفق السيستم فما عليك مشكلة يعني مثلاً تقدر تهرب تهرب ضريبي بحية القانونية هذا يسمع في السيستم النظام يسمع بهذا الأمر مثل ما فعل آيلون ماسك أنه طلع من الولاية اللي كان فيها اللي تعد أكثر ولاية أو أعلى ولاية فيها يعني ضرائب دخل ضريبة دخل فباع بيوته وقال أنا ما عندي بيت حتى يتهرب من دفع الضرائب ترامب نفسه أعلن أنه يدفع سنوياً 750 ألف دولار فقط لما أثناء حملة انتخابية وقال أدفعها بشكل قانوني بشكل قانوني هذا الضرائب اللي علي فهناك حيل السيستم اللي يحكم أمريكا يسمح بتجاوزها فترامب مثل ما قلنا لما صار اقتحام الكابيتول قلنا أن ترامب تجاوز السيستم احنا في منافسة في إطار معين انت لازم ما تتعداها ترامب تعداها فالآن دخلت أمريكا بمرحلة جديدة وسراع شديد صاروا يتجاوزون السيستم يتجاوزون الخطوط المتعارف عليها سابقاً فصاروا الحين الجمهوريين يتهمون الديمقراطيين بأنكم قاعد يستخدمون القانون لأغراض سياسية أو انتخابية طبعاً من المبكرة نتحدث عن تفاصيل الغضية ترامب راح يدخل المحكمة يوم الثلاثاء أعلن محامي ترامب أن اتفقنا مع المدعي العام أن لا يدخل ترامب مكبل هل راح يدخل مكبل أم لا راح يبين يوم الثلاثاء أكيد راح يتم تصويره كجناية من المتوقع جداً أن يخرج ترامب من المحكمة بكفالة شخصية بسبب وضعه طبعاً وكونها شخصية عامة ورأي السابق وما إلى ذلك هم يتهمون القضاء الآن بأنه قاعد ينحاز إلى أمور سياسية مما هيج الشارع الشارع متهيج بشكل كبير جداً ويعتبرونها سابقة لم تحصلوا هناك تعبئة للشارع يعني عاطفية بشكل كبير نيويورك طلبت من شرطتها أن تكون بحالة تعبئة كاملة بدسبة 100% وكل الشرطة طلبوا منهم يلبسوا اللبس عسكري وكل الشرطة يتواجدون في ذلك اليوم حتى تتم محاكمة ترامب اليوم اللي فيه محاكمة ترامب فإذا كان مجرد المحاكمة راح تعبي الشارع فأي إجراء يحصل طبعاً رفض أنصار ترامب رافضين بشكل تام أن ترامب يعني يحاكم بهذه الطريقة كونه يملك حصانة ورئيس سابق وداش انتخابات وهذه أدافة انتخابية فإذا كان مجرد دخول المحاكمة كمتهم راح يعبي الشارع فكيف سيحدث إذا ما تم مثلاً حجزه أو تم إدخاله مكبلاً أو تم أو تم لاحقاً الحكم عليه بالسجن ترامب ما راح يدخل للسجن بهالقضية قبل انتخابات قبل انتخابات الفين واربع وعشرين القضية راح تاخذ مجرى طويل وأصلاً إجراءات التقاضي طويلة والمحامين يقدرون يمدونها أكثر ورح يستثمرها ترامب بالانتخابات ورح يكسب تعاطف أكثر والحين راح تصير المعاركة منه يقدر يستقطب أكثر يعني هل راح يتمكنون الديمقراطيين من تشويح سمعتها أكثر حتى يتأثر من انتخابات أو هل هو سيتمكن من الهروب من هذا الامر الهروب إلى الأمام واتهامهم بأن هذا يعني تجاوز القانون حتى ينتقمون منه وحتى يفسدون عليه حملة انتخابية فالاستقطاب هذا طبعاً تعدى خنقول حدوده في السنوات الأخيرة أو المنافسة هو الصراع بين الحزبين الصراع بين الحزبين تطور أكثر فأكثر من زمان كان في صراع بين الأحزاب بأمريكا لكن الصراع يعني بحكم تغير البشر وتغير الأفكار وتغير النمط الحياة بأمريكا فأصبح الأمريكان يعني مو مثل قبل كل شيء حتى صراعاتهم أتحدث مع بعض الأصدقاء الدبلماسيين يقول الدبلماسي الأمريكي قبل عنده هندام معين وشكل معين الشكل يعني الجنتل معروف بشكل عام يقول الآن نشوف الدبلماسيين كله وشوم أو يعني أشياء يعني يعني يلبسونها الناس خلال نقول مو الجنتل مو الصورة النمطية يقول عادة القلابس يعني على أدونا شغلات أو حاطلة خزامة أو موشم مرقبتة أو كذا فصار هذا هو الشعب الأمريكي من وين تختار يعني وزارة الخارجية هذي عندهم فكر معين كشعب بشكل عام عندهم فكر معين عندهم يعني تغيرت أفكارهم وتطورت كثير من الأمور هذا غير الشواذ شكل الشواذ وصلوا إلى مرتبة وكالي وزارة وصلوا إلى أبن بالكونغرس وصلوا إلى يعني إلى يعني هذا كله يبين على تغير الفكر تغير الفكر هذا تغير معه طريقة الصراع والمنافسة طبعا طريقة الصراع والمنافسة هذه كل ما اشتد الصراع والنزاع بين الحزبين كل ما ضعفت أمريكا بداية الأمور تذكرون لما عطلوا الميزانية تلفوا الحزبين بالكونغرس وعطلوا ميزانية في عهد ترامب وقبل الله في عهد أوباما ووصل تعطيل ميزانية إلى أربعين يوم أربعين يوم ما في ميزانية فتخيل الحكومة الأمريكية ما عندها فلوس تصرف ميزانية هواكفة تخيل لأي درجة وصل الصراع الصراع قاعد يشتد أكثر وأكثر ورح يوصل إلى مراحل غير مسبوقة مثل ما هذين استعملوا أسلحة ضد ترامب ترامب أيضا رح يستعمل أشياء ضدهم وترامب أصلا أسلوبه همجي وأسلوبه حاد جدا فمن المتوقع أن ينفجروا مفاجئات بالإضافة إلى أنصار ترامب وتطرفهم وأنصار ترامب المناطق اللي فيها الجمهوريين هم اللي يميلون إلى حمل السلاح ويميلون إلى يعني العنجهية ويميلون إلى يعني الأمريكي خنقول المتوحش وليس المدني القروي أو يعني المهم أن القضية ستحمل أبعاد كثيرة وكثيرة جدا هذا كلامنا كل تمهيد القضية كل ترقب لما سيحدث بعد هذه القضية القضية هذه موقفة أمريكا على رجل وحده ليست قضية بسيطة جدا بسبب أن الحزب قام وقومه وحده وأول مرة وحاكمه لا يرفض تطبيق القانون ويعني حتى قبل لا يصدر القانون فالمحكمة الآن في حرج الإدعاء الآن في حرج الشرطة ما يدرون شنو راح يواجهون الأمور واصلة إلى توتر عالي جدا أسهم ترامب التجارية ارتفعت تلقت حملة انتخابية دعم مالي كبير ضخم جدا بعد هذا الاتهام بالإضافة إلى أن نواب الديمقراطيين طلبوا من الموظفي منهم أن يعملوا عن بعد لا أحد يقرب على الكونغرس ولا أحد يطلع من مكانه فيعني الأمور متوترة وواصلة إلى درجة متوتر حالية جدا من ما توقع أن يحدث استدام كبير مثل ما قلنا مجرد طلبة هو استفزاز بالإضافة إلى أن لو أن مثل مكبل أمام معكمة أو تم تصويره أو تم حجزه أو تم توجيه اتهامات أو فما بالك إلى سجنة كل هذه الأمور وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الصدام بين الحزبين طبعا كل ما زادت صدامات الحزبين زاد انشغالهم زادت هيمنة الشرق اللي هم الصين وروسيا وضعفت أمريكا بالاتجاه هذا وشفنا أمريكا عمرها ما كانت تقبل بأن تتم تسويات أو تتم أمور أو تحركات لمنافسيها بهالشكل مثل ما حصل من قبل روسيا وتدخلها في موضوع سوريا وعادة سوريا للحضن العربي كانت بساطة سورية كذلك الهدنة اللي تمت بين السعودية وإيران تمت بوساطة صينية كل هذه الأمور ما كانت لتتم لو لم تكن هناك خلافات حادة في أمريكا أشغلت الحزبين بهذا الشكل الدولار نازل ممكن يستغل بوتين الأمر ويتحرك حركة أكثر أو أشد قوة في أوكرانيا ممكن تحسم الأمور لصالحها يعني كل هذا سبب الخلافات والنزاعات اللي قاعدت تحصل بين الحزبين اللي وصلت إلى درجة غير مسبوقة لا يمكن أن نتكهن بما سيحدث لأنه لم يصل النزاع أو الخلاف إلى هذا المستوى قط في تاريخ أمريكا الحديث ما نعرف أنه وصلت الصراعات إلى هذا الشكل وناس تنزل الشارع والشرطة مستنفرة والناس خايفة بسبب قضية سياسية قبل تم محاكمة بيل كلينتون على قضية مونيكا الونسكي تم محاسبته بالكونغرس وقرر الكونغرس أنه غير مدان وما راح لمحكمة ولا شيء واستمرت رعاسته ويعني ما أثر عليه هذا الأمر بشكل كبير اليوم ترامب في مواجهة قضية بسبب امرأة وحدة فمبالك لو ظهرت أكثر من امرأة لو كان صحيح الأخبار حول وجود امرأة أخرى هي عرضة أزياء فمبالك لو كان أكثر من ذنتين الأيام حبلة بالمزيد محاميه السابق كوهين يعني صار ضده ويمكن المحامي يطلع أمور أكثر وهو اعترف بأمور كثيرة هل يمكن المحامي أنه دين ترامب ما يدين ترامب الله أعلم احنا قاعد نتكلم عن القضية من بعيد تفاصيلها ما نعرفها لأن الاتهامات لا تزال سرية في أخبار قاعد تسرب بسيطة للصحافة أنه ثلاثين تهمة شنو الثلاثين تهمة الله أعلم هل يمكن لترامب أن ينجو من ثلاثين تهمة كلها الله أعلم هل سيمد ترامب أجل القضية إلى أن ينجح رئيسا ويستغلها ويستثمرها أيضا الله أعلم هل سيحدث صدام كبير وأحداث شغب في الشارع هذه كلها طبعا في علم الله لكن هي كلها متوقعة كلها أمور قد تحدث كلها أمور تنذر بمرحلة خطيرة وصلت لها أمريكا بسبب اتهام ترامب فقط شنو قوة ترامب هذه إلى أي درجة وصلت شعبية ترامب إلى أي مدى يمكن لترامب أن يستغل هذا الأمر هذه الأمور اللي راح نتابعها ننتظر يوم الثلاثاء القادم وما سيحصل في محاكمة ترامب وهل سيدخل في النهاية السجن أم لا